السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة معيبنا النهاردة بإذن الله تعالى من ميديول اليوريني ري سيستيم أول حصة في السيوليجي معانا يعني إحنا نروحنا على قناة يام نوتس بالطريقة دي كده ودخلنا على بلاي لست بتاعة اليوريني ري سيستيم ونبص كده مع بعض على البلاي لست نلاقي أول حصة أناتومي ونزلت وأول حصة هستوليجي ونزلت ولله الحم وحلنا فيهم أسئلة من امتحانات سبقة مهمة جدا وهو ده اللي بالمناسبة اللي بيطول من مدة الفيديو لكن أساسه مدة الشرح بتبقى مراجعة فقط أو زي ما كان الفيديوهين دول ملخص فقط لكن دلوقت نظام الفيديوهات هيبقى كل آتي هيبقى مراجعة من محتوى الكتاب ويتبع على طول أسئلة من امتحانات سبقة برضو وتوكلنا على الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة ما لهش علاقة بأي فيديو سابق النهاردة هتتكلم عن الفيديو بتاع الكدني بعنوان وهنعرف لسه من العنوان ده زي ما احنا شايفين هنا في صورة الكتاب بيعرفك وبكل بساطة دية الكدني بتاعتنا ومن جواها بيبقى الهيستوليجي أو القناة من بتاعها بيبقى بالشكل ده ملناش دعوه لأنه مش موضوعنا هندخل بس سريعا كده كمقدمة بيقولك إيه الامبورتنس أو الفوائل بتاعت الكدني يعني احنا مش هندلس العضو ده وإحنا مش فاهمين عنه فيديته إيه هو باختصار شديد عنده ستة يا طرق إيه لو طبعا تتخيل معايا عضو الكدني بالطريقة كده ودخله الدم وبعدين فجأة يوم يتحول ليورين والدم يرجع لنا غير مؤكسد دي معالماتنا الحالية قبل ما نطفلز أي تفاصيل فبالتفكير كده ندرك إن دخل منه طلعت في صورة يورين وبعد تحول لنا الدم لفينوس بلد يعني وبالآخر بتفلتر الدم حلو قوي وده كل في الموضوع قصر فلو عملنا كده وزوم إن سريع على الصفحة اللي ما بيسألوش فيها بالمناسبة دي وباختصار هتطلع لنا زي مسلا اليورية ناتج تكسير البروتين أو الكرياتين كرياتينين ناتج تكسير الكرياتين فوسفيت اللي هي الصورة التخزينية للأي تي بي في المصل أو اليوريك أسد ناتج تكسير بتاعت الدي إي ني والأر ني غير إن هي بتتحكم في حجم بتاع عم طريق النهية لإما هتاخذ منهم كتير أو تاخذ منهم قليل على كيف وتذكير سريع إحنا في وقت مراجعة تمام؟ تمام هتفرز لنا خمس هرمونات واحد اسمه بالرأس سيستم هيزودنا التاني اسمه من اسمه هيعمل تصنيع التالت اسمه ده يتحوالينا فيزود أو يقلل نسبة الكالسيوم في الدم وعكسه نسبة الفوسفيت تقوم بتزبطها معاه والرابع بتاع والخامس بتاع البيل دول لما بيطلعوا بيعملوا وهنشوف مع بعض فيزوده ماشي؟ ماشي ده كله ايه؟ ده كله التالتة بتاعتكيدني من الأصل اللي علينا رقم أربعة هتزبط لنا ضغط الدم عن طريق زي ما قلنا بالسيستم بتاعه هيقوم يعني ضغط فهيعمل ده عكس الاتنين دول فيزود لنا الضغط أو على الطريق التخلص من السوديوم ويجري ولا مية فيقلل لنا الضغط فده كده يقلل وده كده يزود الضغط عشان كده بتعمل تنظيم غير ان هي بتنظم القاعدية مع الهامضية لإما هتطلع لنا برة أو هتطلع لنا برة فهتحمينا من أو وما للآخير وآخيرا هتطلع لنا من مصدر جديد يعني جديد وجينزس يعني تصنيع بتصليع لنا الجلوكوز في الصياد اكتر من تمنتاشر ساعة الحاجات دي كلها ما بيسألوش عليها ما تقلوش خالص فضلوا دماغكم منها افهموها بس وعدوا عليها تمام تمام جدا نعمل كليل ونعمل زوم اوت وننزل على موضوعنا النهاردة يا طرى بقى ايه موضوع النهاردة ده اولا لازم نعرف زي ما اتفقنا ان كده بتاعتنا بتصليع لنا اليورين لكن عشان تفهم وتربط الفيسوليج بتاع الكتاب كله فيه لقمة واحدة الامر كلادي اليورين ايه خطوات تصنيع البول حرفيا فكر كده ودخل للمعمل انا بعمل ايه عشان هطلع عن بول جوا جسمي رقم واحد لازم ان هنعمل حاجة اسمها يا طرى ده يعني ايه هنشوف مع بعض نكتب الكلام الاول رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة يعني انت عاوز تقول لي ان احنا عشان نصنع البول لازم ان نعمل اربعة خطوات دية وبعدها بعدها ايه م الضبط دي خطوات تصنيع الكاك وعشان نفهم مع بعض هنرسم رسمة كده على السريعة لالنفرن واللي درسناها بالمناسبة والاناتومي وفي كل مكان الحد ما زيقنا والسنوية والحد ما بنحلم بيه فرسمة كده على السريعة معنا كالقافي هيقوم متحول لنا وبعدها ينزل ببطريا ديت وبعدين يتحول ويقوم صابب بتاعتنا تمام? تمام ديت النفرون الوحدة الوظفية هي الوحدة اللي بتصلى عننا من الدم بتفلتره حرفية يعني احنا هندخل كده هو ونطلع كده هو ونلاقي ان الدم بالاتجاه ده كده حصل اول بروسس معنا الا وهو الفلتريشن هو ده اسمه على اساس ان الشبكة ديت اسمها اسم بتحفظ بحث شبكة من وهي ديت حسة النهاردة معنا هندرس بقى البارير ندرس ندرس مش عارف ايه ندرس مش عارف ايه دي كلها حسة النهاردة طب ايه الحسة الجاية يا ترى ما فيش احنا بنتكلم عكد لازم نروح على خطوة التانية والتالتة يعني الدم بعد ما بيزن بعد ممشي بالطريقة دي تمام? هيعمل حاجتي لاما هناخد منه ونعمل للدم تاني في دم هنا على فكرة اوه هنرجع بعكس الاتجاه ونعمل على حسب احتياجنا طب اي بروسس تاني اه فيه كمان هنا كده هنعمل يعني هنحتفظ بالمية هنعمل للمية خصيصا فلها اسم مختلف طب ايه تاني انا عارف هنا وكمان هنا وكمان هنا واماكن مختلفة محدش يستعجل عليه بس احنا بناخد المسميات حالية اهي مسمة تانية هنسمعه في المكان ده اه بعد ما نخرج خالص بالطريقة دي كده بنعمل ايه بقى او اللي احنا يعني هنطلع البول برا للشارع ده هيطلع ويطلع علينا البول في الشارع كل المصطلحات دي ارجو منك من قلبي اليك اللي تلغبت ما بينهم رسمت لك الرسم اهو رميت لك المصطلحات في الاول في الاول علشان ما تلغبتش منه احنا ماشيين في كم مصطلح اهو واحد كل دي الدروس مختلفة النهاردة هنبدأ بايه النهاردة ان شاء الله تعالى هناخد كل دي مقدمة ليس قليل ماشي نرجع كده على الكتاب ونبص على الكلام اللي احنا شايفينه ده طبعا الصورة اللي رسمها لك دي هي نفس الصورة اللي انا كنت رسمتها معنا داخل ويدخل ويقوم بتفلتر بالاتجاه ده ويكمل الهوت كالبروكسي ماشي بس نربط الكلام بعضية عشان نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل زوم اينا ها ونبدأ في اول الكلام بتاعنا ونذكر نفسنا اللي احنا في وقت مراجعة بسم الله العنوان بتاعنا وده اختصار مهم او سرعة تصفية ده العنوان هنعرف دلوقتي هو مية وخمسة وعشرين هنشوف مع بعض ايه مصطلح شايفين انتو الصورة ديت مش احنا عارفين ان الدم ماشي كده هك بعدين هيطلع منه في الاتجاه ده هتقول لي ايه اقول لك غلطان اول غلطة عندك نصلح دم اسمه لسه لازم هنعمل تانية عشان يبقى اسمه ويطلع ك هنا اسمه اول اللي احنا صفناه فده مصطلح يعرفه بدلوقتي هو ده السائل اللي احنا فلطرناه من الجلوميرولاس لا يحتوي على عشان حجمها كبير وعشان هتتناقض دلوقتي مع هنشوف مع بعض نبصوا بقى الريت بتاعنا يطرع قد ايه بالميلي لتر هيقوم خارج في الاتجاه ده مية خمسة وعشرين ميلي لتر في الديئة الواحدة من الاتنين كدنس لو اعتبرنا واحد مليون في كل كدنس يبقى الاتنين مليون نفرونس كلهم مية خمسة وعشرين في الديئة الواحدة ولو حولتها للليتر البردي هتبقى مية وتمانين في اليوم هتقول لي ايه ده او انا بطلع عيوري المية وتمانين لتر هقولك لأ احنا بنعمله بنمتص منهم يبقى احنا بنطلع مية وتمانين لتر لو اسمناهم على نسبة البلازمة هتطلع لنا ستين اللي هو بيقولك ان الكليتين دول سبحان الله بتنظف لنا الدم ستين مرة ستين مرة ايوة ستين مرة عشان كده اللي عندهم فشل كلاوي والعزو بالله بيضطر يعملوا تنظيف او غسيل كلا حوالي تلات مرات في الاسبوع ممضة طويلة بياخد منهم وقت كتير قوي فنقولي الحمد لله عالمهم احنا نيجي عن الرقم ستين ده ونكتب عليه عشان مهم بيجي لك في الامتحات وان كان مكتوبه بين قصيد عندك اوه وننزل كده بيقولك نروحنا على الصورة ديت مسلا وعملنا زوم ان بالاتجاه ده وتخيلت نفسك وانت واقف هنا اوه واقف مكان الدم عاوز تروح الناحية التانية هتلاقي كم حاجز قال لك هنلاقينا تلات حواجز الحاجز الاولي بتاع الحاجز التاني اول اللي قاعد عليه الحاجز التالت قال وهو بتاعة تلات حواجز ونروحنا على صورة دوم ان كده وده السلج على فكرة تخيلنا نفسنا وقفين هنا اوه لقينا في الاول ديت فيها بورس زي ما احنا شايفين اوه الحاجز التالي ده اللي قاعد عليه خلايا اول اللي قاعد عليه خلايا البصرة اللي هي اللي بتعمل لنا ايه الحاجز التالت وبه كام حاجز تلاتة ما بينهم ما بينهم نقرأ كده مع بعض بيقول لك بيحتوي على بورس فبيعمل فلو قال لك ايه اللي بيبنيع بلازمة بروتينس نهاية التلتر على طول رقم واحد رقم اتنين اللي بيعمده التلاتة مع المادة المهمة قوي وما تنساش ان اللي بيمنح اللي بيمنح اللي بيمنح ليه عشان الاخرام بتاعة بتسمح عادي بمرومة بلازمة بروتينس حجمها اقل من الحجم بتاع الاخرام عادي يعني البوابة كبيرة ماشي بيقول لك بيوصل للكدني طبعا كلمة يعني كدني بيوصل لها ده مادة ايه والله انا ما عرفش نفكر كده رسمنا القلب بتاعنا وادركنا انه بيطلع خمسة لتر دم حوالي خمسة لتر بيتوزعوا للجسم كله منهم الف ومتين ملي يعني لتر باصل اتنين بيوصلوا للايه للكليا ما شاء الله كل ده ده عضو واحد بس اه ده حوالي عشرين في المية منهم قد ايه بلازمة يعني احنا عارفين ان مصطلح الدم بيساوي كلمتين بيساوي خمسين في المية بلازمة وبيساوي خمسين في المية سلس خلايا لو قلت لك ان كمية الدم اللي وصل لكيدني الف ومتين فلازمة ده البلازمة هيبقى نصهم ستمية والخلايا نص التاني فكده هو كتب لك البلازمة في له ستمية خمسة وعشرين والله ارقام تقربية طب ليه احنا بنتكلم على البلازمة ونتكلم على الدم كله كهول عشان يا صديقي الخلايا ذات نفسها ما بتتلترش ماشي ماشي ممكن بعد اللوقات احد يفكرني بقى دي أصلا كانوا بيتفلتروا حين كنا قيلين美لا صدها والله هنطلع فوق كانوا بيت يقول لنا ان مية خمسة وعشرين بيتفلتروا طب قد دك أصلا كانوا بيتخلو كلا كان ستمية خمسة وعشرين معنا كده ان احنا لو حاطنا على البلازمة يعني مية خمسة عشرين على ستمية خمسة وعشرين الرقم الصغير على الرقم الكبير هيعرفنا كم في المية انتفلتروا من كمية البلازمة دخلوا كم في المية والله نضربها هاي في مية في المية فطلعت لنا عشرين في المية. ممتاز اوي. ده اسمه يعني حطينا رقم على رقم. نسبة اللي تفلتروا من اللي دخل للكدنة. كم عشرين في المية? على فكرة دي عشرين في المية. وكمان نسبة عشرين في المية من ما طلغبتش ده في اتنين عشرين في المية معك اوه. تمام? تمام اوي. احنا اخد نقل حد دلوقتي بس عشان ما نطلغبتش انا طلع فوق تاني ونعيد مين الاول. عرفنا والله ان احنا عشان نكون اليورين او في الكدني لازم هنعمل اربعة درسنا النهاردة كله هيبقى على الاولينية جينا كده في الكتاب وعرفنا مصطلح بنقولها على وعرفنا ان المعدل هو مية وخمسة وعشرين في الديقة. وعرفنا ان الطبقات اللي بتفلتر لنا ثلاث طبقات وعرفنا كمية الدم اللي بتدخل الكدني او كمية لازم الرقم اللي هيهمنا استمية وخمسة وعشرين. وبالمناسبة تعالوا عند العشرين في المية دول وحطوا لي عليها رقم مهم. ماشي. دلوقتي بقى عايزين نشوف اللي هتاسرع او اللي هتسبب في تصفية. يا ترى كان فورس معنا. معنا اربعة. لو تفتكروا احنا درسناهم قبل كده في السي بي اس. دي نفس الفورس بالزبط بتاعة اللي هي كانت ارتريول وفينيول احنا ما لدي ايه ده هي دي مش كابيلرس. لأ الكابيلرس برضو. لكن سبحان الله بتبدأ بتنتهي بأفرنت ارتريول. يعني ارتري بعدها ارتري عادي. مع لان اللي مش فاهم مني يطنش عادي. يهمنا الفورس بقى دلوقتي. باختصار شديد في مصطلحين كده نسمعانهم من دلوقتي. ويا ريت لو تكتبهم وراي. لان احنا دلوقتي في وقت مراجعة عندنا مصطلح اسمه ده لما بيكون فيه اي موجود في بيعمل ضغط الى خارج يعني لو رسمنا مثلا كده وجوه طبعا في بلازمة هتقوم عامللنا ضغط لبرة عاوزة تطلع اهو بالطريقة ديت عاوزة تطلع برة كابيلرس. مين نحبسها? ليه رادين احنا نحبسها? دي قوة بنخرج لبرة. ماشي? المصطلح التاني. المصطلح التاني يا صديقي اسمه وما تطلقبتش لو سمعت كلمة كولويدل او كلمة التلات كلمات يسوي بعض. بس مش انا اختلف يعني. انت خيلنا بتاعنا ده وفيه جواب لازمة بروتينز. لازمة بروتينز دي بتسحب المية باتجاهها. بتعمل عكس دي. يعني سيفينة السهم دي هنعمل بس عكسها. بصوا بالطريقة دي كده. بتسحب باتجاهها. دي كده قوة طرد برة الكابيلرس ولا جوة لأ دي قوة ماشي ماشي. رجاءا 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 شايفين الدايرة ديت اكتبوها عندكم حالا بالذات بحرفين دول. الحرفين دول هتلاقي دلوقتي حروف مكتوبة لك وليس كلمات كاملة في اماكن مختلفة. فلازمة تعرف الحروف اختصارها ايه? ومش بعيد يجيلك في اللي متحان حروف بس. قلت لك ديت معانا او كولويدل عايزة. حلو قوي. ديت معمولة بلازمة بروتينز وديت معمولة باي فلود جوا اي كونتينر. واحنا هنا بنتكلم عالكابيلرس وشوفنا ازيل اتنين فورس جواه. طب احنا مش عندنا باومانس كابسول اه يعني ايه? يعني احنا مش كان عندنا. بالطريقة دي كده فعلا. يبقى لازما وهي جواها الفلتريت بتاعنا هيكون عاوز يطلع بره احنا ما بنحبسش اي فلود. هيقوم عامل قوة طرد برضو تمام. هل يحتوي على بلازمة بروتينز عشان يكون عامل لنا قوة لا يحتوي. بس لازم انا هنذكرها برضو عشان في الامراض هيبقى ساعتها موجود بلازمة بروتينز هنا. عشان البارير اللي احنا تكلمنا عليه ده هيبقى في الامراض بقى. بس احنا هنا لازم نذكر ان هي زيرو. المهم مش هنختلف. احنا طلعنا بايه? طلعنا وباقتصار شديد بين وعين من الفورس وطلعنا وباقتصار شديد لازم لما نيجي نتكلم على الاتنين فورس الدول نقول احنا في الجلوميرولس ولا نقول احنا في لو ما قولتش هتلغبة اللي قدامة فلازم تقول جبت سيرة لازمة تجيب سيرة المكان. جبت سيرة لازمة تجيب سيرة المكان اي مكان. تمام? تمام حلو قوي. هنروح بقى على الفورسس اللي هو كاتبها لك هنا. اول حال كتب لك هادورستاتيك بريشر اه احنا عارفين دي قوة طرد. بس بتاعت نين? البومنس كابسولة جوميلور كابيلوري. لا الجوميلور كابيلوري. هو بيذكرها لك. هل في بتاعت البومنس كابسولة فيه? كم قوتها ستين? حلو قوي. وبعدين عندنا بتاعت البومنس كابسول. كم قوتها زيرو? ليه? عشان ما فيش بلازما بروتيز. عندنا بتاعت الجوميلور كابيلوري. كم قوتها اتنين وتلاتين. عشان فيه بلازما بروتيز. ايضا الاقام دي بتتحفظ? للاسف حفظ بحث. عندنا هادورستاتيك بتاعت البومنس كابسول. كم قوتها تمنتاشر. حفظ كله حفظه في حفظ. ونجينا كده على الصورة ديت. ورسم لك هنا البومنس كابسول ورسم لك هنا الجلوميرولاس. الافرنت داخل. والافرنت طالع. والفلترة بتيجي فقالي اتجاه. وبخط ضخم كده هو الفلترة في الاتجاه ده. فان بصينا على عادينا نشوف مين بيساعد وين بيعاكس الفلترة. معانا في نفس الاتجاه بتاع مساعد. وكمان بتاع اللي بيش بكتوب بالمناسبة ببزيرو برضو مساعد. بكده معانا ستين مساعد. للفلتريشن عشان عارفين احنا الخط ده هو خط الفلتريشن. بس مين بيناقض عكس السهف. اللي هو ده اتنين وتلاتين زائد ده تمنتاشر. يبقى كده خمسين. يبقى كده الفلتريشن تحصل بقديه. يعني قديه قوة بالاتجاه ده. والله ستين نقص خمسين يبقى كده عشرة. تمام? تمام. وعلى فكرة في خطأ في الصورة هنا. يبقى اديا من وانشوف دلوقتي ليه. مش هانا اختلف. هو بس كاتب لك اهو ان بيبقى عشرة. بالنفس الطريقة اللي احنا ذكرناها دلوقتي. والحروف اللي كاتبها لك انها بالمناسبة بس كاتب لك كلمة عشان ما تطلق باتشا بين الاختصارات ديت والاختصارات اللي فوق مش حرف البي مش مكتوب هناك. بصوا كده على اختصارات اللي فوق دي ازاي مثل مش كاتب لك كلمة فيها. في انت تعرف الاختصار بالطريقتين. بس مش هانا اختلف او احنا خلطنا على فكرة الكلام ده كله عادة نقطة واحدة بس ممكن تجيلك قالا وهي ازاي الضغط جوة بتاع الجولوميرولاس بيبقى اعلى حاجة في الجسم كله. بالمقارنة. احنا حرفينا على الحاجة بيبقى في الاورطة من القلب مباشرة. هنا بقى بيبقى اعلى في لحد ستين مليمتر يا طرس ازاي وليه? والله التلات اسباب. سبب الاولاني ان اللي رايح اصلا يغزي الكدني بيبقى طالع من الاورطة اللي كان طالع من القلب. فهم? يعني احنا قريبين من مصدر الضغط. يعني يعني في زاوية تسعين. طب يعني ايه الحكمة من الزاوية دي. ده بيبقى اقصر طريق. يعني ارسمت لك نقطة هنا. وخط كده هو قلت لك وصلي باسرع طريق هترسمه لبطرية دي زاوية تسعين. لكن كده هو لأ ابطأ طريق. فاحنا عاوزين هو باختصار اقصر طريق من القلب. اقصر طريق يعني ايه? يعني هنحافظ على قوة الضغط. برضو اسيار عشان اقصر طريق. مش اوبليك لو كانت اوبليك هتتبقى اطول. احنا اهو نبروز العنوان بتاعنا ده اقصر طريق. غير ان بتبقى في الديامتر بتاعها. واحنا عارفين ان عكس لو احنا قللنا عكس الديامتر قضي. لو احنا قللنا الديامتر هيزيد. وبالتالي الديامتر برضو هتزيد. لو عايزين تكتبوا القانون ده كتبوه بس يمتيش داعي. المهم هو باختصار طلنش الكلام ده كله وهتنزلي على الصورة ديت وانت هتجاوبهولي بنفسك. احنا دلوقتي لو معانا يعني اللي داخل لنا في معانا يعني اللي طالع من والضغط اللي بيحصل هنا هو. لو الضغط قوة هيقوم بطالع بالاتجاه ده. لو احنا ديقنا يا طرق اللي هيحصل هنا. ووقف كده وحاول تتجاوب عشان تستوعب الكلام. والله لو ديقنا المخرج لازم ده الضغط هيقوم بتجمع هنا 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 هنا. ويقوم زيد بالطرق ديت. لحد ما يحصل ايه فلترة. بالضغط ده اللي هو لك القطر بتاع ده قليل بالمقارنة مع الافرنة. كمام? فقوة تضغطه جوه هنا عاية. ستين ملي متر ماشي مش هنختلف. خلي نزل كده ونشوف اللي هتأثر على بنفس الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. وهنضيف عليهم التغير في بس. تمام? بس هما نفس الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم. وباختصار شديد. نرجع لنفس الصورة. ونتكلم على فبعد اذنك همسح الكلام ده كده هو. وهمسح برضو الكلام ده كده. ونفتكر مع بعض اتجاه اللي هو كان بالاتجاه ده كده نخليه اطخن هو عشان نعرف ان ده نشوف بقى فرص فرص من الاربعة. احنا عندنا هنا هو بتاعت مش كده بتاعت يا طرى لو زودناها هتزود ولا هتقللوه? اكيد هتزوده. طب نزودها ازاي? هنلعب على طبعا حرف الايه ده اول حرف فنفتكر ان هو اللي داخل. وحرف هو الخارج. المهم احنا لو وسعنا فاللي هيحصل دم اكتر يقوم داخل فهيزود من على اساس ان قوة الضغط جوه هتزيد. حلوة او. طب لو ضيقناه لهايحصل للعكس الدم اللي داخل اقل فقوة الضغط هتقل جوه فاللي يحصل ان هيقل. ولما يقل معنا كده او قل. حلو. احنا نلعب بقى العبنا على واحد نلعب على التاني. فنمسح الكلام ده علشان ما نلغبطش نفسنا هنلعب عليك ازاي? مفيش احنا لما نعمل هنضيق او هنعمل هنوسع. طب ما نبدأ بالتوسيع الاول ولا نبدأ بالتديق? نبدأ بالتوسيع اوه. وسعنا اوه. اللي هيحصل? مفيش. الدم كل جوه الضغط فيها هيقل على اساس انه هيهرب بسرعة. فمعنا كده اهو. اكتبوا الجملة ديت عشان مش مكتوبة عندكم. تمام? تمام. طب لو ديقناها. والله هتقول لي مش مستهل. احنا اصلا كنا بدايقنها من الاول طولة على اساس ان جوه. هنا الدم هيتجمع. فهيقول هيقوم زي. هقول لك احسن. طب لو ادايقناها اكتر ما ادايق اكتر المشكلة. لا لو ادايقناها اكتر بقى. هنلاقي ان تجمعت تتجمعت. تتجمعت هنا. اصلية ما بتتلترش. تم تتجمع عامة مشكلتها. مفيش مشكلة. هتقوم هي سعفة باتجاهها بتسحب باتجاهها المية. اه. تمام ده هيعكس الفلتريشن. فهيقلل جي فار. فاللعبة على بلغبة شوية. يعني ايه? يعني انت نزل تحت كده? هنبدأ بالافرنت الاول. لو عملنا له دايلاتيشن الجي فار هيزيد. كمية الدم اللي داخلها اكتر. زي استخدام او البارد كنين. ودول الحفز. دول بتوع الانفليميشن بيعملوا انفليش او احمراروا انترينو بيوسعوا لقوعية الدموية. او لو عملنا ساعتها كمية الدم اللي هتقل. فالفلتريشن او التصفية هتقل. تبقى اللعبة على بقاه. والله اللعبة على لو عملنا بس بسيط. الجي فار هيزيد بالمنطق. حبسنا الدم جوه. طب لو عملنا الدم برضو هيتحبس جوه. هتقول لي هيزيد الفلتريشن هقول لك لأ علشان تراكم البلازما بروتينز. دول هيقوم ساحبين باتجاههم. يعني عكس اتجاه الفلتريشن. هيقلل جي فار اوبر اول. تمام? تمام. الدم هيفضل راكد يعني. وهنقوم نزلين كده ونشوف تالي تغير معنا والباقي دول على فكرة بالمنطق اوى انت بتجيبهم. نروحنا كده على نفس الصورة بتاعكنا. شايف انت السهم ده? احنا بنتكلم عليه دي الوقت. ده بتاع الجميل لو احنا زودناه يعني كده هنعاكس الفلتريشن. الفلتريشن بالاتجاه ده. كل اللي عليك تعمله انك تتخيل سهم الفلتريشن. فاحنا لما نزوده هنقلل زي مسلا واحد داخلك في مفيش مي. المشكلة بالمقارنة هتبقى اكتر فهتسحب اكتر باتجاه. طب لو قليلة يعني مسلا مفيش القوة دي هتبقى اضعف فالفلتريشن هاي دي ماشي كده التاني تغير معنا. تالت تغير برضو دي بس اللي موجودة هنا هو تسهم اللي مرس مرسوم اللي ماشي في الاتجاه ده. مش مرسوم ليه عشان فيش هنا بس لو افترضنا انه في ساعتها هيساعد على الفلتريشن لانه في نفس اتجاه الفلتريشن. طب في طريقة تانية نزود فيها القوة ديت? اه. لو عملنا احنا هنا فالدم هو نازل كده قضي الفلتريت. الفلتريت وهو نازل بالطريقة كده ايه ملقاش حاجة. ملقاش مكان يمشي مش لاقي. هيقوم راجع هنا ومزود لنا الضغط هنا. ودية الفورس الرابعة معنا. اللي هي تاعت البومانس كابسول. واللي هي بتعاكس الفلتريشن. اتمنى ما تكونش تلغبط. انت عارف امتى انت تلغبط معايا? انت تلغبط معايا بحلقة واحدة بس. لو انت مش عارف الاربعة فورس الدول معناهم ايه? ساعتها عبرك ما هتفهمني خالص. حل لك الاكس. انك توقف الفيديو وتستوعب مع نفسك اتجاهات الفورس. ساعتها هتفهم كل الكلام مع نفسك. تمام? تمام. انزلنا تحت كده على النقطة الخمسة. وقبل ما نقرأها هنرجع على الصورة تاني معلش? وهسألكم سؤال. خليني نمشي بموضوع لأسئلة عشان تستوعب معايا. لو احنا معانا او الضغط اللي هنا. لو احنا زودنا الضغط. يا طرى ايه اللي هيحصل? هل هيزيد ولا هيقل ولا مش يحصل له حاجة ولا ايه? هتقول له هيزيد. هقول لك احسنت? لا مش احسنت. لان الجميليرولاس عندها توم ميكانيزم ما تتأثرش بها بالارتيريا بلاد بريش. ايه هو ما توم ميكانيزم سلول? نقرأ كده الكلام مع بعض. بيقول لك ما بين التسعين والمتين ميركوري. مليمتر ميركوري ضغط الدم. الجيف فقار مش هيزيد ولا هيقل. كونستان. لانه في تنظيم ذاتي للنفرن بتاعه. عم تريحة كتين. اولا الميوجينيك ميكانيزم. ما يعني عضلات. لما الافرنت بيتمدد بيقوم عامل ينقبض فيعادل التغير اللي حصل. ايه التغير اللي حصل? انه عامل فزود كمية الدم اللي داخله. فهيرجع يعمل فكمية الدم تكون الدخلة اقل من الاول فعمل بعد كده حاجة اسمها في الفيتباك. وده باختصار. لو رسمنا بتاعنا كده. وشوفنا ازاي او نروح احسن على الصورة التانية. الصورة دي كده. لما نلاقي ان الفلتريت راح ماشي بالانتجاه ده كده لحد ما وصل الديستل. الديستل فيها خلايا اسمها الماكيولا دينزا. ان لقيت ده خليها كتير قوي هتقوم بعدها تقول لها ايه ده? انت جايبالي كتير ليه? انقبضي لو سمحتي وقال ليلي من الكمية اللي دخلالي. ده ما بين ما بين التيوبيول والجولوميرولاس. فنسميه ايه? اهو. اهو. زي ما اتفقنا. لما تحس بوجود تضفق كتير للفلتريت هتقوم بعدها للافرنت ارتريول فتنقبض. فتقلل الفلترة اللي بتحسن. تمام? تمام. وبالاختصار الشديد احنا اخدنا الحد دلوقتي. هنرجع تاني الحد فوق الحد هنا. اخدنا الفورسيس اللي هتقصر على واللي كنا سمعنا عنها في ميديول صيبق فمركزتش عليه. وعشان مركزتش عليها هتلاقيته هنا في الفاكتروس المقصر على مش عارفين تستوعبوها قوي. فاقلت لكم هو باختصار لازم ان تعرفوا اتجاهة السهم فين عشان تقدروا تفهموا السلسلة بتاعتنا. روحنا على فاكتروس ستقصر على هم نفسهم الفورسي. الاربعة بتاعنا. واحد اتنين تلاتة اربعة. كانوا مين? كانوا الهايدروستاتيك بريشار وكانوا برة بتاع برة بتاع برة بتاع برة بتاع برنا بتاع وعرفنا كل اتجاهها فين? وهل هي مع ولا عكس? وعرفنا ازاي نزود او نقلل من دية في الحالات المرضية او الغير المرضية. يعني مسلا الحالة اللي مكتوبة هنا دية دي حالة مرضية. فين? رقم تلاتة واربعة دو. كلهم حالات مرضية بس انا دي ما قلتها لكمش. ان احنا لو زولنا تاعت بروتين ستقوم داخلها فمزود على طريق ان هي سحبة المية معاها. وروحنا على خامس حاجة. اللي هي او ضغط الدم. ازاي بيفضل تسابط حتى او ضغط الدم بزاد. بطول ميكانيزم او ميكانيزم. ليه عيس متين اللي قدامك ده. بس ده الاهم اللي هنذكره قديم. وخلصنا معاك. ندخل بقى على مصطلح تمام? والفيديو اللي جاي طبعا هيبقى اللي هو ايه? اللي هو زي ما اتفقنا بعد دول حسة الفيديو اللي جاي. تمام? يعني نظفنا قد ايه من البلازمة او الدم بتاعنا? هتقول لي مش مستهلة. مش من شوية قلنا ان او كان مية وخمسة وعشرين ميلي لتر في الديئة. خلاص احنا نظفنا الكمية دي. هقول لك غلطان ودي الناس كتروا بتغلط فيها. احنا فعلا فلترنا مية وخمسة وعشرين بس رجعنا عملنا عليه حاجتين ايه هما? عملنا وعملنا كمان بعد الاتنين دول خلاص بقى نظفنا البلازمة من المادة الفلانية بتاعتنا. يعني نقرأ كده التعريف الليه بلغبط? تعريف هو حجم البلازمة اللي عملناه من مادة معينة تم التخلص منها في البول. بلغبط? اه بلغبط. انت ممكن تكتب كده وبكل صراحة ان هو الخروج للبول او يعني. عملنا لمادة معينة. ايه قانون? عشان نعرف مسلا احنا معنا كيلو رز في الدم. قد ايه منهم طلعوا في اليورين? هو ده بتاعتنا. قد ايه خرج للبول? وده القانون بتحفظه سي يساوي يو في على بي. عاوزنا اشرحولك انا ما عندش ايادنا اعتراض. هشرحوا اللي عاوز يحفظه يحفظه هو. بصوا كده على السريع بيقول لك او الحجم بيساوي التركيز ضرب اللي هو الحجم. ده الحجم ودي الكمية. فيه فرق بين الاتنين. ببين الكمية والحجم. المهم ان الكمية بتاعت المادة اللي احنا بنختبر عليها. اللي اتشالت من البلازمة بتساوي الكمية اللي طلعت في اليورين. طب كلمة بتساوي ايه? والله كلمة بتساوي خلاص. الفوليوم بتاع دي هي ضرب الكمية اللي احنا بنقارن البلازمة في اليورين معنا. لان المادة بتاعتنا كانت موجودة في الدم وخرجت للبول. عملنا يساوي ما بينهم وعملنا كونسنتريشن ضرب الفوليوم على الناحيتين. ودي الحروف اللي قدامك ديت بتفهم سبب تسميتها. هو بيغتصر انت بتحفظ لنا القانون ده. اللي هو سي يساوي يو بي على بي. السي معنا والبي البلازمة كونسنتريشن اليو اليورين كونسنتريشن احنا لما بنكتب اول حرف من اول المكان بتاعنا ساعتها بنقصد عطول بتاع السبس لكن غير كده بنكون نقصد البوليوم يعني السي كليورد بلازمة بوليوم واخيرا البي معنا هو البوليوم بتاع اليورين. المعطيات ديت كلها بيبقوا من عينتين زي ما اتفقنا عين الدم وعين البول. بناخد المعطيات ديت وتشوف ادي ايه من الكيلو الرز او المادة اللي احنا عايزين نعرف اديها حصل لها من الدم ونحطها في القانون ده ونطلع بالاجابة. متلقبة ببيني الكلام ده كله ما فيش اي ادنى مشكلة انا عارف الموضوع معقد لمن لم يستطع يفهمه في دراسته الاولى. هذه هي الدراسة الثانية دراسة المراجعة. فنت هتطلع لب معلومتين. المعلومة الاولى تساوي يو بي على بي وتعرف كل حاجة تختصر من ايه. المعلومة التانية ان كلمة تساوي الخروج للبول. بس كده. تمام? تمام. هتقول هي الفلتريشن? لا. لازم ان نعمل عليه عمليتين اللي هي يعني ان دخلنا كده على الكلام ده وروحنا على الصورة بتاعتنا دي ونفترض ان المادة بتاعتنا هنا ايه? ماشية كده ها كده ها كده ها كده ها كده ها. ما حصلاش ولا ولا ساعتها قدي هيخرجوا للبول. قدي هي عمل لهم او والله هتقول لي الرقم اللي طلع هيسوي نفس الرقم اللي حصل له فلتريشن. يبقى كده او تساوي بتاعتنا. ليه? عشان بحصل شوال اعادة المتصاص للدم. واللي حصل ضفنا عليها حاجات منها. ماشي. طب افرض ان النفس المادة او مادة اخرى جبناها كده هوا. بعدين عملنا لها ايه ده? يبقى اكيد اقل. ايه اللي قل? الكمية اللي حصل لها قلت. فمعنى كده ان بتاعنا هيبقى اقل من اللي حصل. ليه اقل? عشان احنا متصينا. لأ انا عكست يا ده كده. هيبقى اقل من يعني ايه? يعني كمية الدم. فكمية الفلترية اللي طلعت قلت عن الكمية اللي احنا عملنا لها فلترة. ليه? عشان رجعنا متصنها تاني للدم. يعني انت اديت العمر خمسة جنيه روح يصرفها. وقبل ما يروح للسوم ماركت يصرفها رحت انت رجعت اخدت منه اتنين جنيه. فنقص. نفس المسأل هنا. عملنا وقبل ما يطلعه رحت انت عملت بسرعة. فالكليرنس بقى اقل من كمية الفلترية. طب دفترت كده ان المادة بتاعتنا هاي? حصل لها عادي وبعد كده رحت انت اضفت عليها بالسيكريشن. هل هيبقى اكتر ولا اقل من جي فار? لأك او الخروج للبول هيبقى اكتر من الجي فار اللي احنا اضفنا عليه. الجي فار بتاعنا احنا عارفين انه مية خمسة وعشرين في الرقم بتاعنا هيبقى اكتر ولا 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 قصد ما هي حصل لها بعد ما حصل لاش العمليتين اللي احنا بنتكلم عليهم. ساعة هتطلع زي ما هي في فالجي فار هيسوي زي مادة اسمها الانيولين ودي بتحفظها. الجي فار عارفين مية وخمسة وعشرين وهيسوي هو هيطلع في البول مية وخمسة وعشرين ميلي لتر من الانيولين في الديئة. وبعدين بيقول لك المادة اللي حصل لها يعني قللنا منها زي المسال بتاع عمر رديت له خمسة جنيه هو راح السوا ماركت روحت اتسحبت منه الفلسطيني ساعتها اللي هيطلع للبول اهو هيبقى اقل من على سبيل المسال اليورية والبوتاسهم ودول بتحفظه. والمسال الاخير لو احنا جبنا وزودنا عليها ساعتها هيبقى اعلى من ومثال الكرياتينين ولما نقول اعلى من معنى كده اعلى من مية خمسة وعشرين ولما نقول اقل من معنى كده اقل من مية خمسة وعشرين. تمام? لان حفظناه من الاول يسوي كم مية خمسة وعشرين. فإن نزلنا تحت كده وبيقول لك ايه اهمية حساب او اهمية والله ان لقينا ان الكدنة دي بتطلع مواد كتير. معنى كده انه مشكلة في الكدنة. طب لو لان هي ما بتطلعش خالص برضو مشكلة في الكدنة. بس سواء او في رينال ديزيز. غير اللي احنا بنستخدم في حساب زي ما هنشوف دلوقتي في ده مش الانسولين او دول اسامة سكر. انجينا على الجدول ده واتفقنا مع بعض ان مادة دية ما بيحصلاش ولا ولا فلازما هتساوي بتاعنا. فلطرنا قد ايه? هو نفسه بكمية اللي هتطلع في البول. لكن دي حكنا عليها. بعد ما فلطرنا عادي روح احنا اخدنا منها اخدنا منها تاني. بس مش كله. لو كنا اخدنا كده هتبقى كمبليتلي يعني مية خمسة وعشرين كلها. احنا اخدنا جزء منها. فهي هتقل عن مية خمسة وعشرين فقط. لو اخدنا كمبليتلي زي ما بنعمل في على الساس انه مادة مهمة مش لا ما انطلعهاش في اليورن. فساعتها هتبقى كمبليتلي. طب لو عملنا العكس بقى احنا منتكلم على عمليتين. مادة زي الكرياتينين لو اضفنا عليها بالساعتها هتزيد عن المية خمسة وعشرين. لحد فين? لحد ستمية وخمسة وعشرين الرقم اللي ظهر لنا ده. والله تكتب كده ستمية خمسة وعشرين هو البلازما فلو او قدية من البلازما بيوصل لنا للكبني اصل. ومادة زي بها وهنعرف اختصارها ايه دلوقتي? بيحصل لها يعني كل بها اللي موجودة في البلازما بترجع تاني بنفرزها لليوري. يعني البها بيساوي البلازما فلو. ستمية خمسة وعشرين. واخيرا الامونيا ده اعلى من ستمية خمسة وعشرين. هتقول لي ايه ده هو? كمية البلازما فلو تزادت عشان كده فلترنا اكتر منها? هقول لك لا. البلازما فلو ستمية خمسة وعشرين ما زادتش عن كده لكن احنا كده نفسها صنعت. فخرجت اكتر لليوري. ماشي. فيه سؤالين كده بقى في على السريع? بقول لك بتحسابه عن طريق مين? هتقول له عن على اساس انه بيساوي اهو بتساوي ما بيحصلوش دي خاصاص المادة بتاعها. ماشي. السؤال التالي البلازما فلو بنحسبه عن طريق مين? عن طريق مادة اسمها البهى. البهى. ليه? لانه بيساوي ستمية خمسة وعشرين هوا بتساوي بيحصل كل الكمية اللي موجودة في الدم خرجت برا للبول. انهي الدم اللي وصل اللي هو ستمية خمسة وعشرين. عشان كده كاتب لك اهو البهى بتاعنا او فالكلينس بتاعته بيساوي البلازما فلو بنساعد بنحسب بيها يعني البلازما اللي راحت للنفرونس مش كل البلازما تدخل للنفرونس. في بلازما تقوم طالعة كافرنس. ماشي? ماشي كاتب لك انا المعلومة الخامسة بتاعت بلازما كليرنس ان احنا نفضل نحسب بتاع مواد طمع تصنيحها في الجسم زي اللي هما وضائف الكلا على اساس اللي احنا ما نضيفش او جهد اكتر على في فلترة حاجات ادنا لها من الخات. زي ايه بقى سلبيات اولا بيقولك ان هي بتدي يعني المحصول من الاخر. يعني اللي احنا قلناه دلوقتي احنا قلنا ايه? لو رجعنا كده على الكلام اللي فوق ده الجدول ده كده. قال لك بتاعت المادة دية حاجة من اتنين. لاما تم انتصاصه سواء كبارشر ولا او مفيش خيار تالي. بس الحقيقة ان اي مادة من دول لازم انا يحصلها مسلا في الاول بعدين نرجع نعمل لها فيني? فمسلا في بعد كيات الاتنين بيحصلوا مش حاجة منهم. لكن هنا كاتب لك حاجة منهم بس. سواء بص مسلا هناك بس. هنا بس. واوما الاخر. الحقيقة ان الاتنين بيحصلوا. بس احنا عشان بنحسب البوليوم والكونسنتريشن بتاع اليورين في اخر حاجة فعشان كده بيطلع لنا بس. وليس زي على سبيل المسال واللي مش علينا بالمناسبة. بيبقى حوالي خمسة وسبعين مليل لتر برمينة. ده بيقول لنا انه اقل من معنى كده انه لازمان عصله يعني مش كل يعني بعضه بس وصل مية خمسة وسبعين. لكن ده مش اللي حصل فعليا. اللي حصل ان خمسة وستين في المية. حصل لهم في البي سي تي. وبعد كده رجعنا عملنا لهم في البي سي تي. فهو بيديلنا بس. ودي حاجة على الفكرة مفيدة لنا مش سلبية قوي. طب عشان تعرف الدي تستادي. لأ ساعتك تاخد بايوبسي. وكلام مش عليه. ماشي مشان اختلف. او بنحسبه زي ما قلنا بالضبط. هنجيب مادة ونحنقنها للعيان جوا دمه. ونشوف هو هيطلع عدية للبلد. يعني احنا حقنا الانيولين في البلد. هنشوف طلع عدية في اليوريت. هيطلع لازم نفس الرقم بتاع الجيفار زي ما اتفقنا على الساس الانيولين ده مبيحصلوش اي حاجة. ومشي السام للعيان هو ماشي سكر. الموليكور بتاعه عالي مش هده اختلف بس اقل. ما بيحصله ما بتكسرش ولا بيتركب عليه. ما بتخزينش في الكيدني. ونقدر نقيسه في العينتين بتوعنا عينة الدم وعينة البول. عينة الدم والبول اللي بناخده من العيان بعد ما نديل الانيول. وبنحط القانون ده بتاعنا وبنحسب بيطلع لنا بتاعه. لو كان اقل من كده او اعلى من كده يبقى في مشكلة في بتاعتنا. ايه المشاكل اللي ممكن تتحصل احنا قبل كده. هنطلع فوق اهو. كل دي المشاكل اللي ممكن تتحصل زي. زيادة في اي الحاجات زي تكون لها مشاكل ممكن نعرفها عن طريق ماشي مشان اختلف. في تست تاني الكرياتينين كليرنس. وده افضل اتفاقنا على اساس ان ده بيتم تصنيعه جوة جسمنا. يعني ايه? يعني كده كده كدني هتفلتره. مش انت هتحط للعيان من بره وتدي له مادة خارجية وفهتزود اللود على الكدني العيانة اللي عنده. دي بتتصنع داخليا عشان العضلات بتخرج من الكرياتين بصور الكرياتين فوسفيت للطاقة. فلما نيجي نستخدم الطاقة دي تطلع علينا اسمه كرياتينين. ما لها المادة دي الخصاص بتاعتها ايه? بتتفلتر عادي جوة بس ما بيحصل لاش فالرقم ما بيلقص بس بيزيد عن طريق من البلازما. فهو اتفلتر عادي اهو مية خمسة وعشرين وصل ما بيحصل لهو شريق يعني ما قلش عن مية خمسة وعشرين. لكن حصل فتزاد عن المية خمسة وعشرين لحد فين? لحد ستمية خمسة وعشرين اللي هو ماشي. ان لقينا الرقم الرقم تاع الكرياتينين عالي معنى كده انه في مشكلة له ان هي ما بتعملش في انت لما تعمل لعينين فاشل الكلوي مسلا بتلاقي الكرياتينين عندهم في الدم عالي. ليه? لانه ما تمش افرازهم لليوريك. ماشي? ماشي ده كاترة. خلينا نروح على الاسئلة كده سريعا واحنا متوكلين على الله. زي ما انتم شايفين دي الاسئلة هي من متحانات سابقة. والملف عادي بس بيقول لكم في الوصف تحت. انتم حبيتوا يعني. لكن ديت محلولة. فانا حولت لكم الاسئلة المتحانات سابقة ديت لغير محلولة. في الملف اللي احنا شايفينه ده ونقرأ مع بعض ونتعلم. باسم الله. بيقول لك جي ف ار هينقص. اللي هو الجميلة الدي بيتم فلطلطه من الجميلة ساعتها هتبتكر الاربعة اللي بيقصروا على الجي ف ار. اللي هما الهايدروستاتيك بريشر. والاوزموتيك بريشر بتوع او بتوع كابسول. ونعرف ايهم بساعدوا على الفلتريشن وايهم بيعكسوا. تمام? طبعا. شوفوا بقى هنا بيقول لك يعني البروتين ستقل في الدم. لو تخيلنا كده صورة بتاعتنا. وعارفين ان لو البروتين هنا اللي هي عكس عندها فورس سحبة ليها عكس الفلتريشن. لو قللناها يبا احنا نساعد الفلتريشن. فالجي ف ار كده هيزيد. يبا دي مش الاجابة بتاعتنا. احنا عاوزين جي فار يقل. هل لو فكرنا فيها المية هنا هتبقى اقل اللي كان بتعمل يعني يعني بتضغط مع الفلتريشن. طب قللناها لا الفلتريشن ساعتها هيقل. فكر فيها انت لو تشرب مية اقل تدخل حمام اقل. الفلتريشن ده اول خطوة من بتاع اليوريجن. فدي كده معانا هي الاجابة غير بتاع برضو هيزيد. ماشا اما هنا زيادة بتاع معنا كده البروتينات هتنزل للدم هتنزل وتسحب معها المية في يعني هيزيد. زيادة ما بين تسعين لمية وتلاتين او لحتى ميتين مش هتأسرع زي ما اتفقنا عشان بتوعنا. شرحت لكم اول سؤال اهو بتفاصيله ركزوا بقى في قيات الاسئلة معنا في صباح. هنا بيقول لك ايه? في احنا عارفين بيتفلتر مية وخمسة وعشرين. من اصل ستمية وخمسة وعشرين بيوصلوا للكدمة. لو ضربناهم في مية هيطلع علينا عشرين في المية. فدي كده الاجابة معانا. بيقول لك الكلا بتفلتر في اليوم بيساوي كم مرة يعني وباختصار كده الكلا دي بتفلتر دمك كم مرة. حفظنا انه بتفلتر ستين مرة. على اساس ان في اليوم بتفلتر مية وتمينين لتر. ولو اسمناها على كمية البلازمة بتاعت الدم اللي هي تلاتة لتر. ساعتها هتطلع علينا ستين. فكده ستين طايمس. عاستيحفظ الرقم بدون الحسبة دي برضو مفيش مشكلة. ارقام منهاجة مهمة اخلي بالي. مش كلها. اللي تعدى عليه. الجلوميلة بيقول لك تاعتها وسبعين. عشان نعرف نحل سؤال زي ده لازمة نرسم مع بعض. انا عملنا زوم انا كده شوية. ورسمنا هنا كده ايه. ونفترض ان دي معاها. بيقول لك اللي هي قوة طرد بتاعت تلاتة وسبعين. يعني احنا عندنا قوة الطرد كده هو. هلنسمها كده. تلاتة وسبعين. قولنا كلمة زي كلمة كولويدل زي كلمة زي كلمة يعني شايفين جوة قوة الشافت ليها زيرو. بيقول لك ايه الباليو بتاع بتاع اللي بتخلي اللي بتخلي بس دي بيقول لك الدرجة عليها واحد الدرجة. هم بيسألوا على اللي هيخلي بتاعت وبكل بساطة لا بتاع يعني اللي في الاتجاه ده كده. وبكل بساطة لازمة برضو هتبقى تلاتة وسبعين على الاساس ان هي تعاكس تلاتة وسبعين بتاع الهدروستاتيك جوميرلس. فيطلع علينا الفلتريشن ريت زيرو. والي جابة معانا تلاتة وسبعين. ماشي مش هانا اختلف. دي بص على السؤال ده وبيقول لك بتاع السابستانس اكس هو مية خمسة واربعين. فالسابستانس ديت ممكن تبقى ايه? ده لازم نتحفظ الجدول بتاع الارقام اللي عندنا عليه. شايفين انتوا الجدول ده? السؤال بتاعنا بيقول لنا السابستانس اكس عندها فلتريشن او مية خمسة واربعين. فلازم ان الرقم هل هو الانيولين? لا. ده مية خمسة وعشرين بس. هل هو اليورية والبوتاسيوم? لأ برضو. دول اقل مية خمسة وعشرين. هل هو الكرياتين? فعلا هو الكرياتينين لانه واقع ما بين بتاعنا. ماشي? الكرياتينين بتاعنا هي الاجابة على اساس انه بيحصل له فبيزيد عن لحد مية خمسة واربعين على سبيل المسال. وعلى فكرة او اكاتب لكم ان هو كرياتينين مية واربعين. كمتوسط يعني. والسؤال كده على السريع. بيقول لك قلنا برضو ان هي كم في المية? قلنا برضو ان هي عشرين في المية. هي نفسها تبليء الكلة بدي وصل لها الدم كتير كده على اساس ان هي بتفلتر لنا الدم. السؤال بقى اللي انتوا شايفينهم قدامك ده? هكرأوه وهسيبك تحيله في الكومنتات تحت. بيقول لك لو معنا سبعة واربعين. معنا عشر. يبقى احنا نخلي قد ايه? عشان وقف الفيديو بقى وحاول تحله بنفسك. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. اول حسة ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هيبقى محتاج تركيز شوية. واحنا متوكلين على الله. تمام? اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.